بعد احداث ملعب رادس من يواجه النادي الاهلي في نصف نهاء دور الابطال الترجي الفائز ام شبيبة القبائل شكوى من شبيبة القبائل الجزائرية للكاف ضد الترجي وبيان من الكاف يندد فيه احداث الشغف في ملعب رادس ويلمح باصدار قرارات سريعة وما بين اقامة مباراة الاهلي والترجي في نصف النهائي دون جماهير في رادس وعقوبات منتظرة على الترجي يأمل شبيبة القبائل في قرار يؤيده للبطولة باستبعاد وارد للترجي من البطولة احداث الشغف في ملعب رادس كانت واضحة عبر لقطات الفيديو وقرارات حكومية تونسية ضد المشاغبين واعلان مجموعات التشجيع تعليق نشاطتها في كل الاحوال سواء لعب الاهلي امام الترجي بجماهير او دون جماهير او لعب امام شبيبة القبائل فنحن في الاهلي نصف يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة هكلمكم كتير كتير عن الوضع الان بالنسبة للترجي شبيبة القبائل الوضع اللي حصل في مباراة رادس الاهلي هيواجه مين في نصف النهائي اصلا كلها امور اصبحت الان معلقة ولكن الاهم دلوقتي الخبر العاجل الخبر العاجل هو ان لجنة الاستئناف اللي اجتمعت اليوم في الاتحاد المصري لكرة القدم عشان تناقش او تبت في عقوبة كهرباء قبل مباراة السوبر المصري قررت انها لن او تؤجل او تؤجل القرار لحين الفصل في الدعوة المدنية اللي رفع على النادي الاهلي في محكمة القضاء الاداري حول شرعية لجنة الانضباط وبالتالي الوضع كما هو عليه عقوبة كهرباء اتناشر مباراة موقوف تنفيذها لحين البت في استئناف النادي الاهلي وبالتالي ببساطة شديدة كهرباء هيبقى موجود في مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك او الزمالك بصفة بطل الدوري والاهلي بصفة بطل كأس مصر طيب الكواليس كواليس اجتماع لجنة النهاردة اجتماع لجنة الاستئناف تعالوا اقول لكم هي شوية اسمها لجنة الاستئناف وشوية لجنة تظلمات بس يعني الرسمي دلوقتي لجنة الاستئناف تعالوا نمشيها لجنة تظلمات النهاردة لحد ما نشوف امرها تعالوا نشوف الكواليس يلا بينا هتطلع علينا حالا اهي حالا معنا أولا لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشرباجي عقدت اجتماعها مساء الاثنين بمقر اتحاد الكرة وبدأ الاجتماع متأخرا بسبب تأخر حضور بعض الأعضاء كانوا اثنين بالمناسبة حيث تسلمت اللجنة التظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات لجنة الاندباط قبل بدء الاجتماع ثانيا حرس أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على مغادرة مقر الاتحاد فور بدء اجتماع لجنة التظلمات لترك الحرية للجنة في مناقشة التظلمات واتخاذ مطراء مناسبة من قرارات ولم يتواجد في مقر الجبلية سوى اللواء حلمي مشهور عدو المجلس طلب المستشار عادل الشرباج الاطلاع على حيثيات قرارات لجنة الاندباط بشأن كهرباء ورئيس نادي الزمالك لمناقشتها وكذلك لائحة النظام الأساسي لمعرفة مدى قانونية لجنة الاندباط الحالية بعد تشكيلها من جانب المجلس بعد استقالة اللجنة السابقة رابعا لائحة النظام الأساسي تنص على حقية اتحاد الكرة في تعيين عدو أو أكثر في لجنة الاندباط حال الاستقالة على أن يتم العرض على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع للاعتماد دون التطرق إلى إمكانية استقالة اللجنة ككل وهو ما حدث مع لجنة الاندباط السابقة واحتاجت اللجنة توضيحا وتفسيرا من اللجنة القرونية بشأن هذا النص والله الله يكون في عنكم يعني أتكلم سيد المشاهدين الله يكون في عنكم مضطرين آسفين تسمعوا حاجات قانونية وقضائية ولائحية وحاجات يعني مش المفروض في الرياضة تبقى أنت مهتم بيها في كرة القدم تبقى مهتم بيها بس يا ابني يا سيدي يا أخويا ده أدرنا والله أدرنا من سنين مش السنادي ولا في الموقف ده أدرنا من السنين نسمع عن قوانين ولوائح وقضايا عمرك مثلا مثلا يعني أنا هكمل دي بس عمرك مثلا 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 يعني في الدولة الإنجليزية في الأسباني في الإطالي في الفرنسي في الولندي في الأسباني في أي دوري احتاجت أنك تخش تدور على خبر في لوائح وقوانين إحنا بنعمل إيه؟ بنشوف خبر المطش بنشوف خبر انتقلات بنشوف مين هيلعم مع مين لكن إحنا أخبرنا كلها كده آسف والله لو علي لو علي ما جيبش حضرية الكلام ده بس هو ده الحدث هو ما فيش غيره أصلا ومرتبط بيه كل حاجة فمضطرين آسفين تحقق علي مش أنا الغلطان والله في الأصل يعني نكمل خامسا اللجنة ناقشت رد كهرباء على الفيديو الذي ظهر له والمرفق فيه شكوى نادي الزمالك وسادة حالة من الإنكسام حول تفسير ما قاله اللاعب خاصة وأنه قال في جلسة الاستماع بمعرفة لجنة الانضباط إنه لم يقصد الزمالك وكان يحتفل مع جماهير نادي سادسا ما فيش سادسا طيب سادسا دي عندي سادسا دي عندي اللجنة النهاردة قرارها السهل اللي هو مش السهل يعني اللي ماقوله هو ده الصحة أو الغلط يعني بس أكيد بمعنهم سادة مستشارين أجلاء وبالتأكيد خدوا القرار الأنسب القانوني السليم تصوري إن الأهلي عنده هيئة قانونية ذكية لو راح بسرعة عمل دعوة في محكمة مدنية عشان لو لجنة استقنافة تم انعقادها ما يتمش إيقاف كهرباء قبل مباراة السوبر لعب قانونية وحاجات صعبة على أمثالنا غير إنه يتوقعها بس مش شرط نفهمها أوي على قد ما نقدر يعني في كل الأحوال مين هيطلع صح في الآخر مين هيطلع غلط في الآخر اللي قد تقولك مبارح وأعيده تاني النهاردة باختصار لو فيه لوائح وقوانين واضحة للجميع لنت كمشجع الأهل هتحس إنك مظلوم ولنت كمشجع للزمالك هتحس إنك مظلوم ولا أنا كراجل بشتغل في الإعلام أحس إن أنا مضطر أجيب حاجات قرنونية ولا أحياة زي دي ولا كل الدوشة دي كانت حصلت لا مين هيعتذر عن المطش ولا مين لا هو اللي هيعتذر عن المطش ولا كنت هتسمع أي أزمة بمعنى بمعنى إيه كريم بعد مباراة طلع وأخطأ صح كده هتبقى أنت عارف الخطأ ده تمنه إيه على طول مباشرة يعني روحت هتفت مع جماهير جماهيري ضد الفريق المنافس تلقائياً الكل مشجعين وإعلاميين ومسؤولين وكل الناس عارفين أنه اللي هيعمل كده هياخد عدد من المطشات بغرامات مالية واضحة زي ما بتحصل في كل الدنيا حاجات واضحة واضحة يعني مثلاً أنتوا تفرج على مطشة في الدول الإنجليزي في لاعب بيترد لما هيترد هياخد إيقاف مطش ولا مطشين حسب بقى ما يكون انذارين أو طرد مباشر لو طول في أرض الملعب بعد الطرد تلقائياً هتقول إيه ده هياخد إيقاف مدة طويلة المدة طويلة دي من دي تبقى من كام؟ من 3 مثلاً لـ 8 مطشات واضحة لوايح واضحة مثلاً لكن اللي بيحصل عندنا من 50 سنة وأعتقد أكتر كمان أنه كله سمك لبن طمر هندي لا لوايح ولا قوانين واضحة وكأننا بنواجه المواقف دي الأول مرة ما وبرضو لو المواقف ده غريب جديد ما تعملش قبل كده هقول لك أصلاً ما تعرضلوش قبل كده وإن كان طبعاً اللي بيحط القوانين واللوايح بيحط كل اللي اعتبارات مش تستطيع تكون حصلت قبل كده يتوقع كمان اللي ممكن يحصل ده الطبيعي يعني بس ده بنتكرر وفي كل حالة بتتكرر فيها القصة دي بنقعد شهور وسنوات نتجادل تحاجات صغيرة قوي طيب فيما يخص مباراة السوبر يوم الجمعة القادمة الأهلي غداً سيسافر غداً صباحاً سيسافر إلى الإمارات لأبو زبي لإستعداد لمباراة السوبر يوم الجمعة اللي جاي طيب الزمالك الزمالك كان المفروض يسافر النهاردة الساعة واحدة بالليل والتقال أو المعلومة إنه ما سافرش أو مش ناوي يسافر النهاردة وهيتضرب الصبح في نادي الزمالك عادي هل ده معناه إن الزمالك كده مش يلعب مباراة السوبر؟ لأ ممكن يسافر بعد التمريضة بتاعت الصبح عادي مش يحصل حاجة يعني بتتزبط يعني حتى هذه اللحظة الأمور ضبابية جداً يعني محدش يديك معلومة يعني محدش يقولك إيه؟ أكيد الزمالك لن يلعب السوبر مش أكيد أكيد الزمالك هيلعب السوبر مش أكيد معلومة ضبابية جداً جداً طيب أقولك توقعي إحساسي شعوري أشاركك شعوري وأحساسي مش معلومتي واضح أنا هو إن المباراة السوبر يوم الجمعة القادمة هتقام بين الأهل والزمالك والله أعلم اللي هيحصل إيه خلال الساعات اللي جاي الله أعلم وبوس إليكم الناس اللي شغالة في الكورة المسؤولين الكورة اللي في مصر اتحاد الكورة رفت لأن ده أي حد مسؤول من فوق لوائح وقوانين واضحة الكل يرتاح الكل يرتاح محدش هيحس إنه مظلوم الكل يرتاح باش نرجع بقى مرجوعنا مع زى سيحدث في مباراة نصف نهاء دوري أبطال أفريقيا الأهلي ومن هي مباراة الزابع تكون 13 مايو خارج القاهرة يعني في ملعب المنافس منافس النادي الأهلي اللي هو مين اللي فاز في دور الثمانية هو الترجي فالمفروض الأهلي هي لعب الترجي صح كده وقت حضراتكم يوم انتهاء مباراة الترجي وشاببة القبائل ان الترجي هيلعم مع النادي الأهلي فرادس على الأقل بدون جماهيره على الأقل بدون جماهيره الجديد ان شاببة القبائل بيجهز ملف للكاف عشان يطلب حاجة من الاتنين اعادة المباراة او احتساب المباراة ليه ده ليه عشان المباراة دي كان فيها احداث شغب كبيرة جدا من جماهير الترجي في ملعب روض كبيرة جدا جدا يعني طيب احكي لكم التفصيل التفصيل معنا يا جماعة هنا دلوقتي دلوقتي يلا بينا يلا بينا وادردش معاكم برضا هنكمل دردشة في هذا الأمر لما اقرأ لكم الحاجات دي مهمة جدا اصبحت مواجهة النادي الاهلي لنادي الترجي التنسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بسبب احتمالية اقصاء الفريق التنسي من البطولة بعد احداث الشغب التي شهادتها مباراة امام شبيبة القبائل الجزائري في اياب ربع النهائي البداية كانت مع توقف مباراة الاياب ربع النهائي بين الترجي وشبيبة القبائل على ملعب رادس لمدة وصلت الى 40 ديئة بعد نهاية الشوت الاول بسبب الشغب الجماهيري قبل ان يقرر الحكم استكمال المباراة بعد السيطرة على الامر ليتاهل الترجي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف بمجموعة المباراتين لكن الامر لم ينتهي هنا شبيبة القبائل اصدر بيانة رسميا اكد خلاله تقديم شكوى رسمية الى الكاف بشأن احداث المباراة مرفقة بملف كامل يحتوي على مقاطع فيديو والصور توضح المعاملة غير الجيدة التي تعرضت لها بعثة الفريق سواء لعبين او جماهير مما ادى الى اصابة بعض الجماهير بجانب القاء المكزوفات والغاز المسيل للدموع داخل محيط الملعب ما جعل اللاعبين غير قادرين على التنفس بالشكل السليم اكد شبيبة القبائل في بيانه انه طلب من مسؤول الكاف المتواجد داخل ارضية الملعب ضرورة عدم استكمال المباراة بسبب وجود التهديد على الفريق لكنه قرر في النهاية استكمال اللقاء رغم ان الوضع كان خارج السيطرة ده بيان شبيبة القبائل جاء رد الاتحاد الافريكي سريعا على احداث المباراة بعدما اصدر بيانا ادانا خلال احداث الشغبة التي حدثت مع التأكيد على تسليم ملف هذه المباراة لجهة التحقيق المسؤولة لاتخاذ القرار اللازم وتضمن البيان عبارة قد تغير من مجرد تحقيقات اذا قال كاف تم القاء الشياء مؤزية داخل ارضية الملعب وتنص لقاحة البطولة على دي من عندنا احنا بقى يعني اللي قاله الكاف تم القاء الشياء مؤزية داخل ارضية الملعب احنا بقى بنقولك اللقاح وتنص لقاحة البطولة على الغاء المباراة في حال اجبر الحكم على عدم استكمال المباراة بسبب القاء الاشياء داخل ارضية الملعب تبقى للمدة اتنشر من جانبه دي بقى مهمة جدا موقف النادي الاهلي وده خاص هنا لنا الرقم 10 تواصل النادي الاهلي بصفة ودية مع مسؤولي الاتحاد الافريقي لبحث موقف الترجي بعد احداث الشغب في مباراة شبيبة القبائل الا ان مسؤولي كاف اكدوا ان الامر قيد التحقيقات وكل الامور ورده وقاموا او قام مسؤوله النادي الاهلي بابلاغ مرسل المدير الفني للفري بالوضع كاملا وان كافة الاحتمالات واردة فيما يخص نصف نهاء دور ابطال افريقيا سواء بمواجهة الترجي في رادس دون جماهير او نقل المباراة خارج تونس او حتى مواجهة شبيبة القبائل حال الغاء نتيجة مباراة الاياب وذلك حتى يكون المدير الفني جاهزا السوبر المصري امام الزمالك ثم انتظار نتيجة تحقيقات كاف فيما يخص منافس الاهل القادم في دور ابطال افريقيا هذا هو الوضع بالكامل موقف شبيبة القبائل اللي بعت للكاف او اصدر بيان وقال انه هيبعت للكاف ملف كامل للي حصل في ملعب الوضع في الترجي وضع صعب جدا والله يكون في النادي الترجي وبالتأكيد جميع النادي الترجي والوضع بشكل عام يعني محبش نشوف الامور دي في اي ملعب كرة في العالم حماية للناس وللجماهير احنا بالمناسبة كمان لما منعرض ده مش بنقول احنا عايزين الاهلي مايلعبش الترجي ويلاعب شبيبة القبائل مش دي الحكاية احنا بس بنحكي خبر في وضع ملتبس دلوقت والاهلي شغله هذا الامر وبالتأكيد جميع النادي الاهلي شغلهم هذا الامر وجميع النادي الترجي ونادي الترجي وايضا النادي شبيبة القبائل بس في نقطة مهمة جدا نقطة في منتهى الاهمية من الكواليز دي لو سألتني النادي الاهلي يحب يلاعب مين اكتر النادي الاهلي عايز يلاعب الترجي في تونس دون جماهيره او خارج ملعبه بالنسبة له هتبقى لأمور افضل منه يواجه شبيبة القبائل في الجزائر بجماهير شبيبة القبائل هتقول لي اه يعني الاهلي كده خايف من شهيوت القبائل ومش خايف من الترجي لا مش ده الوضع خالص كده كده ودائما اقولي الجملة دي لما تلعب النادي الاهلي تبقى انت الاهلان بطبيعة الحال كبير الكرة يعني بس لو قلت له قلت الاهلي تفضل مين ممكن يقولك الترجي في الوضع ده تمام ده الوضع في النادي الاهلي دي فكرة النادي الاهلي ده اللي بيدور في النادي الاهلي بالمناسبة مش بقولك الدماغ انا هو ده اللي بيدور في النادي الاهلي لو عن الاحسن يعني فممكن ممكن الترجي ماشي واحد من المدربين الأجانب الكبار اللجوم في الكرة المصرية درب نادي الزمالك درب عدد كبير من الأندال العربية والأفريقية منها مثلا الوداد والترجي والأهلي القطري اسم كبير في كرة القدم الأفريقية والعربية السويسي ميشيل ديكستال الموديل الفني الأسبق لنادي الزمالك والوداد والترجي معنا الآن عبر سكايب يا فندم صباح الخير مشرفنا ونوارنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر بداية بالتأكيد نحمل لك الكثير من الذكريات في كرة القدم المصرية مع نادي الزمالك وأعتقد أنك أيضا تحمل كثير من الذكريات بالتأكيد كل ذكرياتي مع نادي الزمالك تعني كرة قدم جيدة كرة قدم جذابة مع الكثير من الشباب كان كثير من المواهب سعود نوعا ما في المستوى حين بعد فترة من النتائج السيئة مع الفريق وحققت التعادل سلبيا مع الأهلي وأعتقد أن لي زكريات جيدة مع الزمالك لأننا كنا نقدم كرة قدم جذابة وجيدة وصعد معي عدد من اللعبين الشباب الاستثنائيين هذه كل الذكريات الجيدة التي أذكرها عن الزمالك ومصر هل تتذكر أي من اللعبين الشباب اللي تلعوا معك وأنا شخصيا أتذكر بعض الأسماء ولكن هل تتذكر أسماء بعينها تشتغلوا معك الأكثر شهرة بالتأكيد هو شيكابالا هو لاعب كبير ولكن لم أعد أتذكر لهم يعد لدي الكثير من الأسماء في ذكرتي ولكن ليس فقط شيكابالا هو اللعب الذي أتذكره شيكابالا من اللعبين اللي أنت كنت تتكلمت قبل كده أنه من اللعبين المصريين اللي كانت ممكن تبقى متواجدة في ملاعب أوروبا ليه شيكابالا في رأيك ماكملش مشواره أو ليه ما استمرش بشكل أكبر في الملاعب الأوروبية شيكابالا هو أحد الأعمدة الرئيسية في الزمالك في ذلك الوقت نعم هو كان لديه القدرات الفنية التي تؤهله لكي يلعب في فريق كبير نعم في أوروبا ولكن في الوحد الذي كان كنت موجودا فيه في القاهرة ما كان يستطيع أبدا أن يغادر الزمالك وأن يتركه في هذه المرحلة في الفترة اللي عدت فيها مع نادي الزمالك هل ترى أنها كانت فترة ناجحة؟ لماذا لم تستمر طويلا؟ لا أن رئيس نادي الزمالك تغير الرئيس النادي الجديد الذي تولى في هذه الفترة كان يريد أن يبني فريقا جديدا ولم يكن يعرفني وكان يعرف هينري ميشيل المدرب الفرنسي وكان يفضل أن يأتي به إلى الزمالك وفي نفس الوقت أنا فضلت الرحيل إلى المغرب أو تونس بعد رحيلك من نادي الزمالك هل عرض عليك نادي الزمالك مرة أخرى العودة للفريق في أي فترة من الفترات؟ هل قلت أن أتركه؟ نعم لا 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 أتركه لا 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 أتركه لا لا أتركه لا لا أتركه ثم أتركه ما يتصل به أحد بعد ما رحلت من المرة الأولى تستطيعوا يا سيلا هل تتذكر في أي عام تحديدا؟ في أي موسم تحديدا؟ لا تتعرض شعلي أنا أتركه أنا أتركه إلى تونس ثم إلى المغرب أنا أتركه إلى تونس ثم إلى المغرب لا أتذكر بتحديد متى وعملت مع رجاء كازابلانكا ووصلت معهم إلى نهاية دور الأبطال الأفريقي ضد فريق الترجيء التونسي ولم أتلقى اتصال مرة أخرى من فريق الزمالك هل تتابع نادي الزمالك في الوقت الحالي؟ أشاهد من وقت لآخر هذا يكون مثير نوعا ما ولكن أعتقد أنه الآن هو الرابع في ترتيب دوري المحلي وأعتقد أنه فاز بآخر مباراة لعبها في الدوري المحلي فريق الزمالك فريق الزمالك ومن الفرقة التي أثرت فيه كثيرا ولا يمكن أن أنساها وأطبعها باستمرار أحد من اللاعبين الرائعين التي تطلعوا معك في فترة الشباب أو اللاعبين الشباب التي سعتهم للفريق الأول كان النجم علاء علي رحمة الله عليه توفاه الله منذ ثلاثة أعوام تتذكر علاء علي؟ لا أتذكر لا أتذكر لا أتذكر لا أتذكر لا أتذكر لا أتذكر أنت تقول أنه توفى منذ ثلاث سنوات أنا لم أكن أعرف هذه المعلومة طيب بالنسبة لنادي الزمالك في الوضع الحالي هو تنتظر مباراة كبيرة مباراة السوبر المصري يوم الجمعة القادمة وجهت النادي الآهلي مدربة للنادي الزمالك كم مرة أثناء مسرتك أنتظر نتيجة هذه المباراة وأتمنى أن الزمالك يفوز بهذه المباراة على الجانب الآخر النادي الآهلي يدربه مدرب مواطنك سويسري كبير هو مارسل كولر في رأيك من تبعاتك عن مارسل كولر كمدرب وعلاقة كبيرة كولر جيداً ولعبت معه في الفريق الوطني السويسري كالسونفو لعبت معه في المنتخب الوطني وأعرفه جيداً هل تتوقع أن مدرسة السويسرية في التنريب في الكرة المصرية تزيد خلال الفترات القادمة؟ أتمنى أن روني وايلر أيضاً أتمنى أن روني وايلر أيضاً أصبحوا يعملون بشكل أكبر خارج سويسرا وأعتقد أن الأهلي والزمالك في السنين المقبلة سوف يستقطبون مدربين من سويسرا وأعتقد أن تجربتي مع الترجي التونسي وويدات كازابلانكا سوف تشجع آخرين على استقطاب مدربين من سويسرا في العالم العربي وفي مصر هل تتطلع لي مشاهدة مواجهة تجمع كبيرة تجمع النادي الأهلي بالنادي الترجي في نصف نهائي دور أبطال أفراقيا بعد أسبوعين من الآن تتوقع في هذه المواجهة من سيكون الفائز الترجي التونسي هو فريق قوي جداً في هذه المرحلة والأهلي أيضاً فريق قوي وفريق جيد ستكون مباراة جيدة ومباراة صعبة بالتأكيد سيكون من الصعب أن أقول من سيخرج فائزاً من هذه المواجهة هل تتطلع للعودة مرة أخرى للتدريب في الدور المصري خلال الفترة القادمة؟ أفراق entertainer لا لم أعد أمارس هذه المواجهة لقد أنهيت مسيرتي مع التدريب خلال أو ما بعد فترتك مع نادي الزمالك هل عرض عليك أي فريق آخر غير نادي الزمالك التدريب في الدور المصري في السابق؟ لا، 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 لم يحدث هذا من مصر أي من اللاعب ينادي الزمالك مازال يتواصل معك؟ انتهت مهمتي وفي خلال أيام معدودة كنت قد مضيت عقدا جديدا مع ويدات كازابلانكا خلال تواجدك في مصر هل تتذكر المدربين اللي واجهتوهم أفضل المدربين اللي واجهتوهم؟ كان مدرب الأهلي بالتأكيد البرتغالي لا أتذكر اسمه جيدا أعتقد أنه البرتغالي مانو الجزائي طبعا مانو الجزائي أخيرا هل تتوقع مشوار مرس كولر مع النادي الأهلي كمدرب سويسري سيستمر طويلا؟ أخيرا هل تتوقع؟ أخيرا هل تتوقع؟ أخيرا هل تتوقع؟ الرجل بالتأكيد؟ اه هو الشرح المدرب نعم مالك والوداد المغربة والتراجي التونس. انا بشكرك شكرا جزياء على هذه المداخلة. طيب. احنا لسه مكملين مع حضراتكم. فيه بيان دلوقتي. هتونا يا جماعة على البيان. هتونا يا بيان. قالوا لي بيان. ماشي انا مستني اهو. يلا. يلا بينا. اهدي البيان. بيان للصدر حالا دلوقتي. نقرأ مع بعض. انتهت الان لجنة الاستقناف التزلمات برئاسة السيد المستشار عدل الشرباجي. وعدوية كلها من السيد المستشار محمود علاء الدين. مساعد وزير العدل السابق. السيد المستشار عمر الفاروق اسماعيل. مساعد وزير العدل السابق. من نظر الاستقنافات الاربعة المقدمة من النادي الاهلي. واللاعب محمود عبد المنعم كهربا. ونادي الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الاندباط والقيم والاخلاق. وكذلك مناقشة الدعوة القضائية المستعجلة رقم اربعة تمانية اتنين ستة تمانية. امام القضاء الاداري. بالطعن على تعيين لجنة الاندباط. والقيم والاخلاق والقارات الصادرة منها. وكارات اللجنة الاتي. وقف نظر الاستقنافات الاربعة. وكذلك قارات المطعون عليها. الصادرة من قبل لجنة الاندباط. تعليقا. لحين الفصل في الشك المستعجل المحدد لها. جلسة اربعتاشر خمسة الفين تلاتة وعشرين. في الدعوة رقم اربعة اتنين ستة تمانية لسنة سبعة وسبعين قضاء اداري. وده يا فندم الكلام اللي احنا منذ لحظات قبل صدور هذا البيان. قلتل حضرتك. يبقى الوضع كما هو عليه. كما هو عليه. كهرباء مع النادي الاهلي في مباراة السوبر. لن تطبق عقوبة الاقاف. لحين النظر في الدعوة القضائية اللي رفع النادي الاهلي امام محكمة القضاء الاداري. وهو ده اللي قالته النهاردة لجنة الاستنام. مش هينظر في اي شيء لحين الفصل في دعوة النادي الاهلي. هذا هو الوضع. احباني رحكم البيانة الرسمي اللي احنا لسه من شوية كنا قلينه لحضركم. ده البيانة الرسمي. طيب. نكمل بقى ايه مع اخبارنا. مسؤولي او مسؤولي النادي الاهلي اتفقوا في الساعات الماضية مع السنائي حسين الشحات وياسر ابراهيم على تجديد اقودهم وتم الاتفاق على كل البنود. لسه التوقع الرسمي ما حصلش. ولكن الامر اتحسم. اتحسم. الاهلي هيعلن رسميا التجديد لحسين الشحات وياسر ابراهيم لمدة ثلاثة مواسم بعد مباراة السوبر امام الزمالك. والاتنين اتحطوا فيها اولى ماليا مع الفريد. يستحقوا البقاء في النادي الاهلي. حسين الشحات على ضوء مستواه الرائع في الفترة الاخيرة. ياسر ابراهيم على ضوء مستواه الجيد جدا في كل الاوقات اللي الاهلي بيحتاجوا فيها. انا كده وصفت الموضوع صحة جدا. اعتقد يعني. يعني ياسر ابراهيم الاهلي يشاوله. ينزل يلعب يقدر بشكل رائع جدا. نادرا نادرا لما ياسر ابراهيم يقصر. بدلاش تقول مثلا ان ياسر ابراهيم واحد من احسن المدافعين في مصر. ولكنه مدافع ملتزم جدا. راجل في الملعب جدا. مدافع يعني. فهنيئا لياسر ابراهيم وهنيئا لحسين الشحات البقاء مع النادي الاهلي لسلاسة مواسم خادمة. خلاص الاهلي اتم الاتفاق والاعلان رسميا بعد مباراة السوبر. تجديد اللاعبين. نادي الزمالك حمزة المسلوسي زهير ايمن الفريق طلب تحديد مصيره مع الفريق. اللاعب عقده بينتهي بنهاية الموسم. لم يفاتحه احد في التجديد حتى الان. واللاعب لديه عروض ويعطي الزمالك اولوية. ده حمزة المسلوسي. حمزة المسلوسي. اخوان كارلوس سوريو المدير الفني للفريق. عمل اكتر من جلسة خاصة مع لعبي الوسط. تحديدا روءة ودنجة وسيف فاروق جعفر. والمدرب شايف ان فيه عدد من السلبيات في اداءهم. وبيحرص على تحسنها. وطلب الالتزام بها. وانه هيكون ليه دور مع اللي هيلتزم. هيكون ليه دور مع الفريق الفترة اللي كاي. شكبالة وزيزو لعباء الفريق بيقودان في الوقت الحالي مفاوضات عودة امام عشور من جديد لنادي الزمالك. من اتنين تكلموا مع مسؤولي نادي الزمالك ووعدوا بدراسة الامر بعد انتهاء مباراة السوبر واستشارة المدرب الكولمبي. من اكتر اللعيب اللي افتقدها نادي الزمالك في الفترة اخير امام عشور بصراحة. وسط الملعب ضل طريقه بعد رحيل امام عشور. تماما يعني. تماما. كان فيه كلام مصطفى شربي هيسافر مع الزمالك الامارات ولا لأ في مباراة السوبر والزمالك قرر خلاص ان مصطفى شربي هيكون مع الفريق وهيسافر مع الفريق الى الامارات لمواجهة السوبر رغم عدم الجاهزية التامة لللاعب. لكن اخوان كارلوس سوريو المدير الفني للفريق مهتم جدا بتواجد اللاعب بسبب اهميته وبيرغب فيه تجهيزه في الامارات قبل مباراة السوبر ان شاء الله. طيب. النهاردة كان فيه قرأة مباراة دول 32 بكأس مصر 22-2023. القرأة معنا. دخليها هيواجه اسوان سموها هيواجه الايجيبت واسراميك ديوباترا هيواجه دي كيرنس. ده يوم 7 مايو دول 32. يوم 8 مايو انبي هيواجه لفينة والبنك الاعلي هيواجه شباب مسلمين انا والمقارون العرب هيواجه الحمام والمصري هيواجه بيترو الاسيوت. بيترو الاسيوت. يوم 9 مايو الزمالك هيواجه بروكسي والاتحاد سكنداري هيواجه السكة الحديد. يوم 10 مايو فارقو هيواجه المصري للاتصالات وفيوتشر هيواجه طلاقع الاسطول. 11 مايو طلاقع الجيش هيواجه الشرقية بالزقازية. يوم 17 مايو برامدز هيواجه راية الرياضي. يوم 24 مايو الاسماعيلي في مواجهة النجوم. ويوم 28 حرس الحدود في مواجهة غز المحل. ومباراة مؤجلة لآجة غير مسمى هي مباراة الاهلي ومنتخب السويس في دول 32 ايضا. احلماه في كاس مصر. احلماه في كاس مصر. انه يخليك حتى تشوف فرق وتسمع عن فرق وتتكلم عن فرق. الاطواء بعيدة عنها خالص. انديت مصادين فعلا. فحلو. ايه بطولة كاس في العالم كده على فكرة. انديت درجة تانية او درجة تالتة وتشوف كل الفرق وتعرف كل الفرق وتعرف على كل الفرق وتعرف عن جوم كل الفرق وتعرف على مداربين كل الفرق وتعرف على امكانيات كل الفرق. حاجة رائعة جدا. طيب. طيب. نروح ليه لوائح وبنود بطولة كاس مصر لموسم 2022-2023. جاهز معنا هنا؟ لو جاهز نعرض. يلا بينا. تقام مباراة دول 32 دون حضور جماهير وتبدأ الجماهير في الحضور بداية من دور الستاشر. اذا انتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل. يلعب وقتا اضافيا لمدة ونصف ساعة على شوتين. واذا استمر التعادل تطبق قاعدة رقلات الترجيح لتحديد الفائز. النادي المسكور اولا يرتدي الزي الاصلي والاخر يرتدي الزي الاحتياطي. وايضا النادي المسكور اولا مسؤول عن كرات المباراة. والنادي المسكور اولا مسؤول عن النواحي التنظيمية من كافة الاوجه. سهرات الاسعاف الحماية المدارية. سبية الملاعب والمنظمين والضيوفة. ماشي. خلصناه. خلصنا. بس لسا خلصناش الحلقة. عشان بعد الفاصل هيكون معانا النجم الكبير كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاصبك. خليكم معانا. يا لما حضراتكم مرة اخرى شرفني وانورني الكابتن الكبير كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاصبك. الكابتن الطارق مش عرف ومنور. مش عارف اقول لك. ولا انا عارف اقول ايه والله. عامل ايه والله. الحمد لله. يعني لسكت وقول لي زماني ايه. فرما يا جماعة انا بقيت الديوف تجيلي مش عارف استعالهم على ايه. ما كل الوضع بيسموه ايه? وضع ملتهب. والله وضع متوتر. ولا ملتبس. يعني عارف فيه حاجات كده. يعني هيقولك. ماتش الاهلي والسوبر. اهلي وزمانك في السوبر اللي جاي ده تفتكر مين اللي هيكسب. مش لما يسافروا الاول. بس. مش عارف انا. اصال فيها يا جماعة حد يقول اني بقى نسهل فيه مش عارف. مش كاب طالع عايز يخش معانا في الحقوق. عارف يا كريمة. كويس ان انت فتحت النقطة دي لان النقطة دي نقطة مهمة جدا. صح. ونقطة يبقى الامور عشوائية. انا عارف ان انا كطري السيد جاي البرنامج عند كريم. بحترم كريم وبحترم البرنامج وبحترم المشاهد اللي قدامي. صحيح. مش احترم كل ده مش اجي تهني. صح. ولعكس صحيح. ولعكس صحيح. لو ملقيتش الاحترام المناسب فانا خلاص فيه مشكلة. الله ينور عليك. طبع. دي حاجة. قصدي ايه بالكلمتين دول? قصدي ان انا لو العيب في الملعب. غلط هو عارف عقوبته ايه. ايوة. وعقوبته دي هتتنفذ تاني يوم. ايوة. لسه بنتكلم في الموضوع. ايوة. تاني يوم تتنفذ. فخلاص انا حتى لو غلط مصر كلها عارفة ان ده غلط يبقى بكرة مش هاي لعب. بالضبط. انا ما ما يتسبش يا كابتن ثلاث شهور. صح. الامور متسبة. وحالة جدل. وحالة غبن. عند الناديين على فكرة. مش الزمالك بس. انا عجبني اكا بتطرق ان انت بتتكلم بصفة عامة. عشان كل ما حد يتكلم في القصة دي. يام يمسك طرف. يام يتكلم من ناحية. وانت انت راجل قائد من الكابتن التاريخيين لده دي الزمالك. بس انت اللي اكيد همك وهمني وهمي من الناس كلها هي مصلحة الكرة مصلحة الرياضة في مصر. هو ده. يعني النادي اه هتقدل تعشق نديك وكل شيء. بس لما بتجي تحط في موقف هتلاقي انه من كتر الالتباس الكل متاشر في الاجلين. هاتش فاهم حاجة. اقول لك على حاجة حلوة اه. بالنسبة الكلام. اه. انا كنت متولي مسؤولية نادي الناصر من فترة رئيب. وصيبتهم. قبل ما امشي بلعب السويس في السويس. مغلوب اتنين واحد. وجبت جون. فيه التباس في الجون. جون مش جون. لامست يد. مش لامست يد. حصلت مشكلة. اه. لعبت السويس ده. وقيت الحاكم حسب. وخلاص حسب. وخد قرار. اعتقد اتكلمته عليها انا في البرنامج ومصر كلها اتكلمة. الحاكم يطلع. يعمل بروتوكول لنفسه في بطولة. مفاش اصلا بروتوكول فول. بروتوكول فار. ويقوم شايف في تليفون. اللقطة. وينزل. يلغي. وي وي وي. طب الحاكم ده راح فين? يتوقف. ماشي. يتوقف. حلوة قوي. طيب. الماتش تحسب ايه? اه. ده انت غيرت نتيجة. ماتش بقرار. اداري. اداري. مش موجود. في اللايحة بتاعتك. اصلا. خالص. يعني اللي هو انا دماغي وديتني او اعتبرت ان الماتش ده النتيجة بتاعته كده. ليه بقولك كلمة دي دلوقتي? اه. وانت لو حطت نظام. ايوا. مش هيحصل ده. صح. خلاص الحاكم يا عمي ما هيتوقف. يتوقف. طب الاندية فين? ايه اللي استفادوا الناديين في الحتة دي? ان الماتش تعدى والامور عدت. والحاكم في الاخر اتخذ كلامه هو. مع ان اللقطات والحاجات اللي اتخذت له بتقول ان الحاكم ده غلط غلط جاسي عمل لنفسه. عمل لنفسه بروتوكول خاص به. واللقطة دي لفت العالم كله. طبعا. نسيش بتاعت الموبايل دي. نسيش. لفت العالم كله. برضه. برضه انا بتكلمش على الحاكم. انا بتكلم على نظام. ما هو لو في نظام. هو مش هيقبل كده. صح. طيب. لو في نظام. واتاخد قرار قوي جدا. في دماء واقعة دي. مش هتحصل تاني. ان ما انت قرار دي. حسبت المطش وعدت الامور وكيفت امورك. سلام عليك. لو بتقول انت بدأت كرة وانت عندك كم سنة. انا بلعب كرة من اوانا عندي عشر سنين. من اوانا وانت عندك عشر سنين. هل حيث ان المشاكل بتاك دلوقتي مختلفة عن المشاكل اللي هو من اوانت عندك عشر سنين. بكتير. بكتير جدا. كان فيه ظلم وكان فيه اخطاء وكان فيه حاجات مش بس مش مش فج كده. يعني او فج بس مش باينة. برضه اخد بالك احنا دلوقتي في عصر السرعة والسوشيال ميديا والاعلام واحنا كان بيزعلنا برنامج من التلفزيون هنا في القناة التالتة. عارف اللي هو ايه اللي هو انت مصر كلها بتقعد تستنى بعد المطش عشان تشوف لقطة تشوف مش عارف ايه تشوف حديث. كابتن حمد امام كان برنامجه عظيم في تلفزيون مصر. كابتن مصطفى عبدو. برنامجين كبير عظيم عادة. يعني برنامجين تلاتة. طبعا. انما دلوقتي بسم الله ان شاء الله التليفونات نفسها بقت برامج. فتقصد انه انه حتى لو كان فيه اخطاء زمان ممكن ما تتشافش. ما تتشاف. ما حدش حس بيها. فعلا. لكن دلوقتي احنا كلنا بنحط ايدنا على الغلط ونبص عليه. وده انت شايفه بعينك. اه. ده انت لقطة جاية بقدامك انت شايفها. شايفها. هم. يا قد ات هت تحميني. عارف كابتن طارق. يعني مثلا. انا بتكلم لوقتي راجل نجم كبير في تاريخ نادي الزمانج. نجم كبير في تاريخ منطقة مصر. الواحد اللي زحلات دوت لما يبقى بشتغل في الاعلام. يبقى عايز لما كابتن طارق ييجي. نبدأ بقى نتكلم في كورة. كورة. انا عايز اتكلم كورة. انا عايز اقول خطط. عايز اقول بس بس سوريا هيعمل ايه. اه. كلر يعمل ايه. صح. مين هيدافع مين هيهاجم مين هي. لا احنا بنتكلم بص ما هو للاسف. للاسف. انا كنت ملا قول قوانين دلوقتي وراق. انا وقفت فجأة وانا بقراهم. قولت الناس انقاسة. يعني انا مالي. انا مالي ان انا اتكلم في القوانين ولو واح. انا جاي اتكلم في الكورة. انا جاي بطرق السادة عشان اتكلم في المشاكل إدارية. ازال مالك هيسافر. ازال مالك بيعتذر الزمالك ببيعتذرش كهربة هو أنا عايز أسأل سؤال هو بالنسبة للاتحاد القرى أو بالنسبة للموضوع ده بالسيد هو الأهل مش هيكسب من غيره طب الزمالك مش هيخسر من غيره طب الزمالك مش هيكسب من غيره الزمالك هيكسب في وجوده في وجوده يعني الأمر مش كده الأمر عدالة أنا عايز أحسسك أنت يا كريم أنت بتتفرج أن أنت في عدل ويخسر بقى عادي اكسب عادي الموضوع بالنسبة للجمهور الزمالك خد بالك الموضوع ده بالذات بالنسبة للجمهور الزمالك مش لعبه من عدمه خالص بس أنت حسسني أن في عدل مواقع بالطريقة بس أنا بصراحة مش عايز أقليبها في الحقار زمالك وأهلي بس أحاول أخذ الطرف التاني بمن نحرك النجم الكبير لنادي الزمالك مواقع الطرف التاني اللي هو نادي الأهلي قالك لو ملعبش كهربة ليه أجلتوا لأقوبة 3 شهور وتستنيته تعلنوها قبل مطش السوبة اللي هو المهم جداً أمام نادي الزمالك فإحنا كمان لو كهربة توقف هننسحب فهو يشعر بالظلم من جانب وأنت تشعر بالظلم من جانب اللي هو نادي الزمالك وأنا هنا لا قادر يعني أنا كريم أهو لا أقولك مش هتقدر تبقى مع ده ولا مع ده بالمناسبة مش بموقف حياد بموقف لنا مش عارف فعلاً يعني أنا مش عارف مين اللي مظلوم ومين اللي مش مظلوم وأنا مش مختلف معاك على فكرة أنا ما بتكلمش على الزمالك واخد خط الزمالك بس لأن أنا هنا قدام المشاهد ممكن أبقى على تليفوني أو على صفحتي أو على الفيس أو على تويتر أقول زي ما أنا عايز طبعا ليه؟ لأن دي حاجة خاصة بي صح لأن هنا لأ أنا لازم أبقى في نسبة حيادية عالية جداً طبعا في التعامل طبعا ليه؟ لأن أنا بتعامل قدام جمهور أهلاق الزمالك ماشي؟ إنما في الآخر الموضوع لا هنا مستفاد ولا هنا مستفاد ده هنا مضرود وهنا مضرور هنا أصلاً في ما هو ممكن يبقى كلامك صح مئة في المئة إن الأهلي يقول لك طب ليه ما وقفتوش من ثلاث شهور؟ طب ليه ما وقفتوش من ثلاث شهور فعلا؟ صح يعني أنت كنت تخسر إيه؟ صحيح؟ يعني أنا مش فاهم كنت تخسر إيه؟ طب الزمالك يقول لك طب أنت تتنت عليه ليه ثلاث شهور؟ بالظبط طب يعني يعني إيه الفكر يا جماعة ما هو ده اللي هيجنن الواحد وبقراب تطلع من هدوء؟ والله أنا بحس كده إن فيه شخص بيكرر تمام؟ إن إحنا نعيش في دوشة يعني ليه؟ كلما وعلى فكرة تعس كده إن إيه؟ فيه فترة بتيجي عليك مثلا هي بتبقى شهر مثلا بالكتير شهر هدوء فيه واحد يكرر يخش يقول لك لأ هدوء إيه؟ تعالي بقى ما فيش هدوء الحد ده مش هد واحد كذا حد أنا لازم أكهرب الدنيا لازم ناديك الكهرب ما ناديش هدوء شوية يا جماعة لأ أوه عايزين نلعب كرة هو إحنا عايزة أسألك سؤال مهم جدا في الحتة دي هو نادي أهلي جدة مش هبط درجة تانية ومين أهلي جدة ده؟ لأ واحد من أكبر أندية أندية الشرق الأوسط وأندية السعودية صح ولا غلاط؟ صح؟ كان فيه مشكلة لما هبط خلصت وبينافس دلوقتي تحت عشان يطلع صح؟ زماعة دي كرة أيوة أصحنا بنعملها متعة أيوة دي حاجة وورد تكسب وورد تخسر وورد تمر مرحلة صعبة وورد تمر مرحلة عظيمة هو أنا مش كسبت خسرت كتير طبعا هنا وهنا طبعا نتائج ما بين سلبية وإيجابية في طول الوقت صح؟ هل أنا ببقى نازل المطش ده من 100% أنا أكسب ده أنا كسبت أكبر أندية وخسرت كسبنا لاتسيو الإطاري وخسرنا من نبرو صح؟ يعني كرة صح؟ فأنت ونادي الأهلي كده وأندية العالم كلها كده طبعا يا عم حقق العدالة عشان كده بنقوله يا كريم حقق العدالة في الرياضة المصرية ويسيبه اللي يكسب يكسب يا رب ياخد الدوري كل سنة عايز أحكي لك موقف حلو الأرض دي أنا من درداشك كويس أسخط بالك الناس تبقى مبسوطة من الحوار ده ليه طبعا لإني ده انتا الناس مش مزيع و لا والحالة كماء أصلاهم عايشين نفس حالتنا والله كبتار لما تشوف زمالك ويا أصدقائك اللي قولك يا عم احنا مش هنعيش في هدوء شوية وكده كده زمالكاوة أو هلاو هم نفسهم يشوفوا الآليو الزمالك يوم من ده مطش اللي احنا من استنده كلنا صح؟ انت وانت بتلعب كل الناس بتستنده مطش الآليو الزمالك و بتعيش الاحساس ده وانت مشجع بتعيش الاحساس ده و نفسك تاعيش حكينا في موقف لطيف قوي يوم الجمعة اللي فاتت اللي هو من ثلاثة ايام كان فيه مطش ده بص انا خليك انتا ترد على الأسئلة كان فيه مطش بين بروسيا دورتموند وبخوم في ألمانيا بروسيا دورتموند متصدر الدولي الألماني بفارق نقطه عن باير ميونيخ فادر أربع مطشات والدوري يخلص يعني ايه دورتموند على واشك لازم يكسب الدولي بايرن كسبان الدولي بقى له تسعة مواسم ده دورتموند هياخده من فم الأسد المطش بتاع دورتموند وبخوم دوت خلص واحد واحد دورتموند ليه ضربة جزاء مليار في المية صح تمام بص بقى الجميل في الموضوع عند المعلومة حلو المدير الفني المدير الرياضي طلعوا بعد المباراة قالك احنا نبدي غضبنا من حكم المباراة انه محتسبش راجل الجزاء دي وملاجأش للفار تمام ده كل ده بقى ايه كلها خلال ساعات اتحاد الألماني لاجل الحكام بتطلع بيان ان فقل الحكم اخطأ وان كان دورتموند ليه ضربة جزاء الحكم بيطلع يعتذر ويقول انها مقدر جدا مشاعر جميل دورتموند خد التيلة بقى اخر واحد الراجل بقى المدير الاداري بتاع دورتموند بيطلع بيان على الموقع الرسمي يقول ان احنا الموضوع بالنسبة لنا خلص خلاص باعتذار الحكم وانه الجماهير اللي هتهاجم او تهدد الحكم على السوشيال ميديا ده مش مقبول من جانبنا وخلصة الحكام ده ايه خسر بقى تاني يوم كسب المطش بقى هو المتصدر يعني تأييه خسر الدوري قول لي قول لي كده مثلا المشهد ده لو في مصر مع اي نادي هيحصل ايه الدنيا كانت والله ناعد نسي يعني صح لا اما انت بتتكلم ما هو ده اللي انا بتكلم فيه قد ايه شجعت الحكم انه طلع اعتذر قد ايه شجعت لجنة الحكام انها طلعت اعتذرت وقالت ان الحكم غلط قد ايه احترام نادي بروشيا دورتومونت لنفسها بعد ما قالت احنا خلاص واي كلام بيحصل على السوشيال ميديا احنا مش مقبول مننا لان جمهورنا احنا خلاص يكفينا على اعتذار الحكم انه هو عارف انه هو غلط ويعتبر سبب خسارتنا الدوري اللقطة دي خلاص عدت ما هي دي الكورة جماعة عاصلنا في الاخر انا مقبول ان انت تغلط ونغلط في الكورة بس نبقى اصكين في بعض برضو بس هي دي ياخد بالك انه عشان نواسك في الحكم انه الحكم ده اكيد ما غلطش الغلطة دي عشان قصت كذا وكذا ويعايز يكسب فلان وعايز مش عارف ايه ولا الكلام ده الكلمة بقى اللي انت بتقولها دي هي الخلاصة السقة انا معندي السقة في المنظومة عشان كده الموضوع صعب بالنسبالي انا مش واثق ان في عدالة اصلي هنا احنا بنكيل بميكالين من فترة انا اسف ان انا بقول الكلام ده والكلام ده بس كنت هقولك حاجة عنقح بصراحة انا كنت هعلي عليك اقول انا ما بشوفش انه غياب العدالة مقصود هو غياب العدالة لعدم ان الناس اللي بتشتغل في الكورة في مصر بصراحة يعني غير مؤهلين لتطبيق العدالة انهم مش عارفين اصلا يطبقوا العدالة لا هنا ولا هنا هم مش عارفين في فرق من انه انا اتعمد ان انا اصلم وفي فرق انا اصلا مش عارف اطبق العدالة اصلي انت يا كريم برضو فيه نقاط بازم تبقى ان احنا شايفينها بعينينا وبتحصل معنا وما بتعديش مدد كبيرة يعني مش من عشرين سنة ومن ثلاثين سنة ومن اربعين ده لسه السنة اللي قبل اللي فاتت ولا السنة اللي فاتت امام عشور نفس الموقف يتوقف عشب فيديو ولجنة ويتظلم الزمالك حتى لو الزمالك معرفش انا المعلومة دي مش عندي مية في المية ان الزمالك يتظلم بعد معادة التظلمات ولا لا وفي الاخر يقول لك الست الزلم ما بيلغيش الاقاف وبيكمل اقافه في نفس الواقع وفي نفس الموضوع مع انا بكلمك على اخد بالك احساس الزمالكاوي بالظلم في النقطة دي ان انا اتطبق علي هنا القانون بشكل معين وبعدها بحوالي سنة ولا سنة ونص بيتطبق القانون بشكل تاني مختلف مش معنى كده ان هم برضو ممكن يكونوا عاصدين ان هم يخدموا النادي الاهلي او 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 يخدموا قهرباء او يخدموا بس هو مش عارف يطبق القانون صح او ما عندوش اصلا قانون يطبقه هو دي النقط هي دي النقط بعدين عندي جملة شهيرة اول اللي بيلحق يتكلم في الاول يعني انت لو كلمت بس هو في تحدي الكورة وعايز الموضوع يتحل بيتحل لو انت لكلمت ده بقى ينطبق بالمناسبة على الاهلي وعلى الزمالك وعلى اسماعيلي وعلى بيراملز وعلى الاتحاد وعلى المصري يعني من الانديك كبيرة قوي وانت نازل كله تمام اللي بيلحق يخلص اموره وهي اصلا مش المفهود تبقى كده انا كل شيء حد يقولك ايه احنا تواصلنا مع الناس في التحاد الكورة بعادي ده بيان رسمي تقولك ايه تواصلنا مع الناس في التحاد الكورة تواصلنا مع الناس في رابط الاندية واصل انت مش المفهود تتواصل التواصلات دي بتبقى مش موضوع لا لا التواصل ده اصلا بخطابات رسمية مش بالتليفون مش بالحب مش شغالين في ما هو ده بقى اللي احنا عايزين يا جماعة حط قانون حط لوائح وخليها هيالة تطبق ما حدش يا جماعة يا اكتهد ما هو انت هتكتهد هتغلط هتكتهد اكتهد غير الاكتهد في الشغل اكتهد في الشغل براحتك انما اكتهد في قوانين ولوايح وتحط وتعمل لا هتغلط فهتغلط هيبقى في عدم عدالة عدم عدالة يبقى في غبن ما تحسسنيش انا كجمهور عشان ما تعملش احتقان وبعدين ما برضو معلش في نقطة تانية مهمة جدا اللي لازم تبقى مش كل واحد هي مش فرد عضلات ما هو انت دلوقتي حطيتني في خانة فرد عضلات من هنا ومن هنا مين اللي هيكسب الجمهور ده بيقول لك اصحنا اقوى من والجمهور التاني يقول لك لا اصحنا اقوى لا ده احنا احنا اللي خدنا مش عارف ايه لا احنا اللي كسبنا مش كسبنا متش يا ريت كسبنا متش بالزبط كسبنا انتصارنا اه يعني احنا احنا طبقنا اللي احنا عايزينه بمزاجنا وعجبكو عجبكو مش عجبكو بطو دماغكو في الحيطة زي ما بقولو بالبلد هو في كده جماعة لا يعني هو في كده هي دي كرة عايزين نستمتقى شوية كريم عشان بحبه عارف ان هو صادق والله يقولوا ما عندي بعضها وعارف ان هو حد بيشتغل الشغلانة دي بحيادية كبيرة جدا 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 رب بلا اللي يعلم ونفسه ونفسه خد بالك انا بجابلكش مش عايزين انا قدامك انا انا ايه انا واضح جدا في دي فانا بالليل كده الساعة متأخر دي لا انت راجبكو نبادل لا بازهر بس قاعد في بيتي مع ودادي بيدي الأمور ايه عم ما هنزل هتكلم في ايه والدنيا اصلا صعبة جدا صعبة جدا في ايه في نظام الكرة نفسه ايوة يعني مش صعبة في اي حاجات لا لو انت بتوقع تفكر كزا مرة بتيجي تظهر تقول ايه طب ماشي ما انا هتكلم في ايه ايوة اه يعني اللي هو الموضوع صعب طب انا الوقتي هاخد خط الزمالك جمهور الزمالك بقى مستوى تقول لك اسا هو زمالكاوي لا والزمالكاوي البطل اه ولو خط خط الزمالكاوي لو انت راجل اهلاوي الاهلاوي البطل اصلا انت مش محايد لا لا الفكرة في ايه دي نقطة يعني النقطة التي انت عصرتها دي كمان نقطة مهمة اولا كبتلك وتلسى اطلع فاصل انه لازم الزمالكاوي يطلع يبقى اسمه حمى حمى الزمالك والاهلاوي لازم يطالع حامي حمى الاهلي طيب مين بقى حامي حمى الكورة والرياضة والروح الرياضية وهدوء الناس يعني لازم انا ابقى ماسك السلاح والسيف واقول يلاه وكسر وادرب واحنا المظلومين هيا دي المشكلة وانا عشان كده بقولك انا ما بحبش اطلع متأخر ده يعني طب يا جماعة انا عايز اطلع اتكلم اقول خطة اقول جملة اقول راجل مدرب ولعب كبير فانا عايز بقى اقولك الفن هيحصر فيه الراجل الراجل هيعمل كذا بيحاول يجهز كذا بيحاول يحط كذا لأ ده ده شكل اسيرو بيلعب اربعة واحد اربعة واحد هلا يلعب بيها هلا غير طريقة اللعب طب انا عندي فكرة حلوة ونحن نروح لفاصل ونتعامل نعتقد ان الموتش هيتلعب نعتقد ان الموتش هيتلعب بلاهلي وزارك عشان حتى نستمتع ولو استمتع خالش صح كده نروح لفاصل نكمل الحوار الممتع جدا دوما مع الكابتن الكبير يا اعلا بحضراتكم مرة اخرى لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن طريق السعيد والافتسامة لا تفارق وجهه عشان هو فعليا عامل زي حالاتي مش عارف يتكلم فيه بس هنتكلم في الموتش هنحاول نتكلم عن قليل الزمالك طيب نبدأ بالزمالك بطبيعة الحال وعلى ضوء الفترة الماضية بعيدا بقى هيتشارك في السوبر او لا الزمالك مع أسوريو حاس ان بدأت تبلو ملامح مع الفريق حاس انه هيعمل حاجة مع الفريق بصور راجل مكتهد جدا راجل قوي جدا شخصية راجل بيشتغل على كل السلبيات اللي موجودة بيحاول يسجل ويدوين كل ما هو خاص باللعيبة والفرقة عنده عنده طاقة كالأجانب العاديين يعني اللي هم اللي بنشوفهم وشوفناهم بيبعا عنده 70-80 سنة وعنده طاقة غير طبعية صحية بسم الله ما شاء الله صحيتهم صحيتهم جاي علىنا إن شاء الله رب طلب أنا يحفز على عمر أنا متكلمش عليه هو أنا متكلم على الأجانب في العمر طبعا طبعا فالراجل بيشتغل بيشتغل غير بدأ يحط نظام غير معادة تمارين من المغرب دي ولا الساعة 3 ولا الساعة 4 ل 8 الصبح لعيبة بتصحى 6 الصبح بدري جدا فمش يعرف يصهر بيحافز على نفسه كويس جدا يرجع يريح شوية وبعد كده لازم ينام بدري عشان خاطر يصحى بدري بيشتغل على الحتة البدنية بشكل كويس أوي 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 المطش اللي هو قاده فعليا اللي هو كسب فيه واحد صفر بان إن الراجل عنده حاجة فنية بيعملها إن الزمالك كان فيه التزام تكتيكي قوي جدا ما شوتوش قبل كده من فترة كبيرة جدا حتى التشكيل اللي بدأ بيه كان تشكيل صعب جدا إنه يبتدي بيه وكل الناس قلقت وكل الناس خافت وفي نفس الوقت نجح فيه نجاح بنسبة بالنسبة لإن الراجل بقى له كان قاعد أسبوع ولعب المطش أو 3-4 أيام ولعب المطش الأولاني نجاح يعتبر يعاد 60-65% تكتيكيا فنيا وقفة اللعيبة والتزامهم تحركاتهم بيحاول إنه هو كمان يتعامل نفسيا مع اللعيبة بشكل مختلف مش أي حد بيعرف يتعامل بيه لأن دي الأساس لأن النهار ده أنا لعيب مثلا بدء المباراة اتغيرت في لفتايم يبقى أنا وحش ده العقلية المصرية عقلية لعيب المصري بعد المطش ما خلص جاب الناس اللي أربعة اللي اتغيروا في لفتايم وقعد معاهم في نفس اللحظة من درجة إنه كان عمده مؤتمر صحفي وتأجل المؤتمر الصحفي أو اتأخر على المؤتمر الصحفي لحد مرأب المباراة بعت له وقال له لا ده فيه مؤتمر ولازم تيجي تحضر عارف أنت الرجل اللي هو إيه أنا بشتغل في كل حاجة في نفس الوقت الرجل قوي جدا بدنيا لأن الرجل كان ماسك قبل كده في منشستر سيتي الحتة البدنية وده حاجة كويس فيها جدا لما جاب مدرب معاه جابوا ليه اختصاصين محل الأداء نمرة واحد نفس الحكاية تطوير الأداء الفني للعيب وده حاجة برضو نقطة مهمة جدا إن أنا شايف إن فيه نمازج كويسة جدا في ناتذة ملك بس عايزة تتطور مينها مصطفى الشلبي مثلا أيوة مصطفى الشلبي العيب كويس جدا أيوة عنده سرعات عنده مهارة مصطفى الشلبي من أكتر اللعيب أنت عارف اللي تهاجمت الفترة عنده سرعات عنده مهارة كويسة جدا بس عنده فينش وحش على فكرة لما زيزو جي النادي فكر الناس ليه بقى الحتة دي زيزو لما جي النادي كانت الحتة التهدفية عنده ضعيفة جدا طور نفسه فيها بشكل قويس جدا لحد ما بقى هداف الدولة فانت فيه نواقص عند اللعيبة ده شغل بقى مدرب والراجل اللي هو جايبه معاه اللي هو المدرب المساعد اللي هو تطوير أداء الفني للعيبة فانت أكيد مية في المية في الفترة الجاية هيبقى فيه شغلة على اللعيبة دي إن أنا مثلا أنا عندي مشكلة حسام عمي جيت على سبيل المثال عنده مشاكل فني الراجل هيشتغل عليها فهو بيشتغل في كل حاجة وقال كلمة مهمة جدا جدا يا كريم لازم الناس تبقى فهمها كويسة قوي قال لك أنا جاي نادزة مالك أعمل فرقة محدش أو ما تبقاش خايفة أنها تقابل أي حد هي عندها استعداد تقابل أي حد في أي وقت وهتكسب فدي نقطة هو الراجل المركز فيها جدا بس لقطاع الناشئين كويسة قوي بدرجة أنه هو صعد لعيب صغير مواريد 2013 مشكلة في باكليفت وبعد أتمرم معاه اسمه موحي جمع إن شاء الله بإذن الله بأضافة كبيرة نادزة مالك ودي حاجة كويسة بيبص للعيبة كلها حتى يمكن سامسون أكتر اللعيبة اللي تقال عليها أنه ماشي قال لك لا يعني قاعد معاه كمان بعد المطش قال له أنت كان ممكن تاخد مطش الأخير اللي هو لعبه بس ظروف المباراة نفسها وإن أنا عايز أشوفها أكبر عدد من اللعيبة وهو بقى عنده أورادي 2 فراودة سيف الجزيرة ونصر منسي فالأمور بالنسبة له بقى فيه 2 ما عنده مشكلة إنه هو يجرب واحد تالت تاني أو عنده مشكلة إنه هو يجرب واحد تاني في ظل إنه في مراكز عنده في الفرقة محتاج إنه هو يشوف فيها واحد واثنين وثلاثة غير ساعدني مرم ما في المطش مرتين من باكرايت ليه هافليفت عشان يشوفه في المركزين لا الراجل ملامحه بتقوله إنه مدارك كويس نقصه حاجة واحدة بس توفي وده طبيعي جدا جدا إن الراجل لو لو حلفه التوفيق في الموضوع إن شاء الله بإذن الله يعمل حاجة كويسة معنا إن شاء الله يا رب أحنا لسا مكملين مع حضراتكم كابتن الكبير كابتن طارق السيد بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معي يعلم بحضراتكم مرة أخرى لسا مش عرفني منوال النجم الكبير كابتن طارق السيد كابتن طارق سوريو بطريقة المباراة اللي فات بيلعب أكتر ربعة واحد ربعة واحد ربعة واحد ربعة واحد ربعة واحد ربعة واحد دي لو قدر لنا نشوف مباراة السوبر بين الأهل والزمالك هل دي هتكون الطريقة الأنسب قدام النادي الأهلي بصة أنا اللي أنا عارفه عن أسيريو وسمعته عنه إن هو بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة أصلا أه صح فكرة لعبه أربعة واحد أربعة واحد هو كان ممكن يكون عايز يجرب حاجة معنا في الجيم كمان من الحضور التمارين والشغل أو اللي أنا سمعته عنه أو اللي أنا شفته إن الراجل مثلا كان شغال طول الأسبوع قبل المطش الأخير بشكل معين وغيره قبل يوم المطش أو بأسماق معينة مش طريط اللعب لا بأسماق معينة يعني على سبيل المثال مثلا كان حاطت الزناري طول الوقت أساسي في المطش لأنه بدأ بعبغاني كان حاطت عبغاني ستة طول الوقت لأنه حاطت عبغاني مساك هو الراجل بيجرب خد بالك اللي أنا شفته من أسيريو إنه هو كمان وقت المؤتمر الصحفي بعد أول مطش هو مسك ورقة عشان لسه مش حافظ أسماء اللعيبة فلازم ياخد وقت في الحتة دي إنما طريقة لعب أسيريو الأساسية أربعة تلاتة تلاتة هل الأليات أو الأسماء اللي موجودة عند أسيريو ينفع لعب أربعة تلاتة تلاتة يقدر 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 بيها عشان كده ممكن يكون الراجل فكر في طريقة أربعة واحد أربعة واحد دي لأن الأسماء اللي موجودة داخل ناتزة مالك مفهومش التمانيتين اللي ألعبه بوكس تبوكس لدرجة أنه أصف أحمد ساد زيزو ثمانية المطش الأخير صح فهي أدوات في إيدك تحطها طب إنتم أحبلكش ثمانيتين هتلعب قدام الأهلي إزاي هو أنا بقى إيه خد بالك ما هي دي ميزة أسيريو أو هو اللي هي ممكن يفاجئنا بإيه لأن الراجل واضح واضح أنه بتعمه فجآت صح يعني لما يجي يحط التشكيل يلعبش كبالة ثمانية في المطش الأخير مفاجئة المفاجئات يعني حاجة مش طبعية طبعا فواضح أن الراجل لأ أنا أنا ما عندش مشكلة في أي حاجة في أي وقت أني مدير فني في ماتشي غار أربع لعيبة في الهفتايم مفاجئة غريبة جدا والناس كلها انتقادته معذلك نجحت معاه بشكل جبير جدا فهو ما عندوش مشكلة في أي حاجة هو في الفترة دي بس هو طبعا عارف كويس قوي أن مطش السوبر لو أتلعب وهو موجود لا دا هيتحاسب عليه هيتحاسب عليه إيه كجيم ببطولة بالنسبة له هو مش هيتحاسب عليه أنه هو يعني هيعمل له مشكلة وكده كده الراجل مكمل السنة ونص بتوعه بس بس هتحط أن أنت قسرت من الأهل بطولة الله ينور عليك فدي نقطة بالنسبة له أو جمهور الزمالك هحطك فوق دماغه لأن أنت جا فوقت صعب جدا وكسبت من أدي الأهل في الفرقاء سوبر صح فبرضو هتبقى نقطة إيجابية بالنسبة له عشان كده ممكن هو الراجل هتبقى حساب حساباته غير نحن هو إيده في المطبخ مع اللعبة أنت بتشوف أي التشكيل أمثل اللي ممكن يلعب بيه نادي الزمالك قدام الأهل مع الراجل ده ما تعرفش ما تعرفش صح لا سيبك بقى من الراجل نفسه أنت لو اللي بتضرب الزمالك شايف تشكيل إيه اللي هيبقى مناسب قدام النادي الآهل في حالة النادي الآهل فالك أنا لو مدرب في الفرقة هتبقى عندي مشكلة كبيرة جدا ليه بقى كده لأن انت الفرقة كلها مش في حالتها الفنية فرقة نتزة مالك مش في الحالة الفنية بتاعتها إنما في أسماء هتبقى موجودة يعني يعني ممكن مثلا أنا قناعاتي ببعض اللعيبة غير قناعاته هو بالتأكيد مش كيسى أنتك أنت أنا مثلا أحط جدونجة وأحط سيف وأحط دفنوس الملعة ماشي فتوح طبعا ناحية الشمال لأنه خلاص جهز المسلوسي ناحية اليمين الاتنين السردبكات عبغاني والوينش ما عنديش حلول تاني دونجة وسيف جعفر أو دونجة وسوري وأشرف روقة وقدامهم سيف جعفر ناحية اليمين زيزو ناحية الشمال نضاي وقدام سيف الجزيري والحارس محمد صبح طيق صبح هو اللي بيالعبدالله دول هبقى مأمن كويس قوي لأنه خد بالك ميزة النادل الأهل في الجيم ده نص ملعبه نص ملعبه خد بالك الأهل عنده مشاكل دفاعي والخصم قدامه بيوصل بس عنده توفيق في عدم الأحراس في أهداف زي دين عنده نص ملعب قوي جدا صح عنده سلاسي أو رباعي نص ملعب ديانجي سلايا مروان عنده وفرة حمد فتحي صح أربع لعيبة وعنده كندوسي كمان معهم بروا بس دول اللي هم أنا أشد الأربعة دول الرجلهم في الملعب الرجلهم في الملعب عندك قوة هجومية مش سهلة عندك حسين الشحات وعندك برستاو وكهربا فعندك وفرة من اللعيبة بشكل كبير جدا وعندك البدائل اللي تنزل تعمل الفارق صح فانت نادي الأهل ما عندهش مشكلة فانت لازم تأمن نص ملعبك وانت بتلعبه بشكل كويس جدا وتعتمد على اللدغات بتاعتك انت بقى وفكرك انت وسرعتك انت وتقفل قدام النادي الأهل الملعب وللأهل برضو عنده دعبتين بلعبهم طول الوقت ايه هو لو انا لو انت فرقة بتضغط علي هلعب طويل في المساحات ما بين السردباك والباك ها عرف ها قفل هلك ازاي لو انا لو انت بتسيبنا استحوز واشتغل باعتمد على ان بخلي واحد من التلاتة الدفندراتهم بلعبش باقفشة مثلا لا بيلعب بحمد فاتح وحمد هو اللي يشتغل وبيكمل بوكس بوكس لحد الجنو بيروح يوزل الجنو ويجيب جوان لأ عنده حلول يقدر بيشتغل عليهم بس عنده لعبتين قاسين ان انا قلت عليهم والليعبتين تانية ان حمد فاتح بيكمل لقدام ازاي تعرف تقفل دول في حالة الارتداد سرعة الارتداد بتاعتك انت كلعب كتيمك بسرعة جدا والتزامك في الملعب هتعمله ازاي وهتشتغل علي ازاي كل الحاجات دي لازم مستر أسيريو هيبقى اخد باله منها ده لو لم تشتلعب طبعا انت ايه رأيك في الكلام اللي بيتقال انه امام عشور ممكن يرجع نادي الزمالك تحب امام عشور يرجع نادي الزمالك في الوقت ده احب جدا احب جدا امام بص كوالتي مختلف عن كل الكوالة اللي موجودة عندك يعني تخيل مثلا انت لو نادي الزمالك عنده دفندر ستة قوي جدا وقدامه اتنين امام عشور وصف جعفل واحد لعيب كرة قوي او الاتنين لعيب كرة قوي والاتنين بيعرفوا يشوتوا الاتنين بيعرفوا واحد على واحد يشتغلوا الاتنين عندهم قوة بدنية كويس يقدروا يشتغلوا بيها وكمان لما يبقى معاك مدرب بيشتغل على حتة البدنية كويس قوي واقف صف على رجله واقف امام على رجله ويحط دفندر ستة وراهم ما عندهش شغلانة غير ان هو يلم من ورا الناس دي كلها مع خط هجوم زيزو مع نضاي مع قدامهم بالصف او ناصر ما شاب عندك مشكلة لان انت قريدي عندك كل الحلول تقدر تشتغل بيها في الملع امام لعيد مهم جدا بس انا بقولك امام مش راجع يعني امام مش راجع انا لما نيجي نحسابها كده حزبة امام لسه بقاله ثلاث شهور ماشي مدفوع فيه ثلاثة مليون دولار طب الثلاثة مليون دولار دول النادي لما يجي يسيبه هيسيبه بايه على الاقل بيهم صح على الاقل بيهم لو مش اكتر ما انا جايبه بتلاثة مليون دولار عشان استثمال فيه ماشي طب انا مش اكسف فيك بس اخد فلوسي صح طب هل دلوقتي ناد الزمالك يقدر يدفع الثلاثة مليون دولار الله وعلا صعب في الظروف المادية اللي انت فيها دلوقتي صعب مش هندحك على بعض ناد الزمالك بيمر بظروف وإقافات مش عارف حسابات وحاجات كده لغبطة ده الزمالك ممكن من ضمن الاسباب الرئاسية اللي تخليه ان يسافر السوبر ان في مقابل مادي كويس هياخده في المطش فانت قريدها تستفاد ماديا بغض النظر بقى عن ان انت عندك مشكلة في ان ده هيلعب ولا ده مش هيلعب ولا الكلام ده لأ فانت عندك مشاكل مادية هل هتعرف هل هيبقى في حل مادي تعرف تجيب بيه امام يا ريت جدا 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 هو ابصم بالعشر امام العب كبير طبعا ايه لك في مارس الكولر في الاعلي بص لما تيكي تتكلم على ميستر كولر هو مدرب كويس وناجح لحد الوقتي مشترك في كل البطولات او بنفس في كل البطولات اللي هو مشترك فيها وماشي فيها كويس جدا بص هو محظوظ محظوظ ليه لان عنده اوراق ولسه كنا بنتكلم دلوقتي فنيا في كل مركز واحد واثنين واقوى من بعض حتى لما بتحصل عنده اصابات يغيب مثلا طاهر يبقى موجود بير سيتاو يغيب بير سيتاو يبقى موجود طاهر يغيب حسين الشحات يبقى موجود مش عارف عبدالقادر يبقى عبدالقادر مش موجود يبقى شريف وقفش مش موجود في محمد هاني كنين فوقت في الجنة عندك حلول وجابه الباكريت عبدالفتاح بتاع سموحة عندك كل الحلول في كل المراكز واحد واثنين وثلاثة فما عندكش مشكلة انا ما بتعرضش كمدرب في مشكلة وكمان كل نموذج منهم نموذج كويس يعني يعرف يعمل معاك الفارق هو الراجل كمان مميز تكتيكي ايوه يعني برضو عشان نبقى صدق انت راجل مدرب وفهم انت ممكن معاك لعيبقى كويس بس انت لو مش مدرب كويس مش تقف تتعامل معاهم مش تقف تشغلهم وكمان خد بالك انت عندك مشكلة كبيرة جدا لما بتتعامل مع نجوم كبار اصعب كتير وازاي هتقعد واحد منهم ومش هعمل لك مشكلة يعني خد بالك برضو غرفة الملابس دي قنبلة موقوطة مش كلام سهل يعني ايوه هتفتكر اللي بيقول غرفة اللبس وقط اللبس ومش عارفين كلام ده تارك بتارك وتلسه بتكلم من كام يوم على عيمن أشرف ده لعب أساسي منتخب مصر لعب أساسي نادي الأهلي الراجل مش مقتنع به تماما ما شافهاش برخاط ورغم كده انت ما اسمعتش دوشة من عيمن ما فيش مشكلة لا هو فيه دوشة بس مستخدم حلو لا أنا أصلي على فكرة ما أقول عكيد متضايق أنا كنت متضايق ما أكيد متضايق وزعلان وعايز يلعب بس ما فيش دوشة في العالم خليها بمعنى الله هو كده هو عارف يلم غرفة الملابس ومعنى دير كرة قوي زي السادة الحفيز طبعا وده حقيقة بص أختلف مع شخصية كتسايد في حاجات إنه في الآخر هو بدير قوي ودير كرة قوي بيقدر يلم غرفة الملابس بشكل كويس جدا صح وده اللي فارق مع النادي الأهلي يعني لما نيجي نقول إن انت حجم اللعيبة أو كمية اللعيبة اللي موجودة والمشاكل ما بتطلعش هنا وهنا حتى لو بتطلع بتطلع عن استحياء ده نجاح صح ده نجاح كبير جيد فكرك بحاجة وانا أشدت بيها هنا في نادي الزمالك الموسم اللي فات قلت الزمالك عمل حاجة أنا بقالي كتين مش فتاش في نادي الزمالك إن ده ما كنتش بتسمع كلمة من جوه نادي الزمالك لدرجة إن احنا اللي بنشتغل في الإعلام لك إنه منعرف خبر ولا نعرف معلومة ولا مين اتدايق ولا مين زعلان في الأخر الزمالك كسب الدولة وهو ده النجاح ما أخد بالك لو الزمالك كان حصل عنده استمرارية في النقطة دي طبعا كان الزمالك يفضل وبياخد الدورة السنة دي لإن كمان إنت ابتدت كويس قوي كزمالك الدول الأولاني وكنت ماشي كويس جدا ومعندكش مشكلة وده اللي بيفرق دايما مع الأهلي على مدار السنوات اللي هو آه طبعا في مشاكل جوه نادي الزمالك آه طبعا في مشاكل جوه نادي الزمالك بس عمرها ما بتطلع إلا نادرا زي ما أنت تكلمت هي بص طول ما في صلاحيات صلاحيات وحد فاهم كرة قوي موجود في الحتة دي لأ الأمور بتختلف بتختلف بشكل كبير جدا لأن كمان بص مشكلة نادي الزمالك اللي كانت موجودة بعد السنة اللي فاتت دي حاجة واحدة بس إن أنا حسيت خلاص أنا أنا هعمل أي حاجة هتمشي اي حاجة هتمشي مش كدق مش كده مش كده خالص لا يعني يا هعمل أي حاجة هتمشي مش فاهم طيب في فترة من الفترات في جيلي كنا موجودين كنا بناخد دوري لمدة فاربع سنين تلاتة دوري وعربع فاربع سنين وصلت لمرحلة إن كتيرة دي المسئولين عن النادي بيقولون إحنا بنكسى بالدورة بقى أي حد عجبكو عجبكو مش عجبكو مش وده مش حقيقي فانا فلات ستري فاهم عادنا بعدها قد ايه مدة كبيرة جدا ما بناخدش دوري على فكرة انت كممكن تقول لنا كلمتين بصوت جدا تخلينا احنا كلعيبة نقدر نشتغل ونشتغل اقوى من الاول وناخد بطلقة اكتر اللي هو ايه احنا بنساعد بعض احنا بنلم بعض احنا معلش في حتى لو فيه زان امالية حتى لو فيه مشاكل مادية حتى حتى اي حاجة ازاي تعرف ازاي تعرف تلم اللعيبة اللي موجودة معاك بدون بدون ما تحسسهم ان انت بتمنى عليهم عشان كده بقولك ايه ان الزمالك او مسؤولي الزمالك حاسوا ان هما اي حاجة يعملوها هتمشي لا مش مزبوط انت لازم تشتغل وتحاول مع اللعيبة دي واتدخل في دماغهم ان لا الامور هتمشي هتمشي وكلنا هنسعد بعض انت بتقف معايا هنا انا بقف معاك هنا اتأخرت عليك اسبوع هتأخر عليك اتأخرت عليك شهرة هتأخر عليك بس كده كده هتاخد حق عارف انت اللي هو ايه انت ايدك في المطبخ مع اللعيبة ومديهم كمان انا موجود بديك الحافظ ان الحاجة دي هتيجي معايا وانا في ظهرك كلعيب وده اللي بيحصل في النادي الاهل الفترة الأخيرة عشان كده بتقع سنة اتنين وبعد كده بتيجي تقوم تاني الزمالك بيقع للأسف أكتر شوية ومدة اكبر شوية ليه عشان الحتة دي مهم وكمان مش بس عشان دي كمان يعني في حاجات تاني طبعا يعني المشاكل بقى المادية وان الزمالك برضو يعني ما بياخدش حقه بما يرضي الله في حق الرعاية زي بقيت حاجات انا بتكلم انا بتكلم اللي انا عشت ممكن وقتها بس ما تقلش اللي ده بيحصل يعني انا عصد كل واحد بقيمة عمله مش بقيمة اسمه عشان اسم الزمالك اسم كبير واسم النادي الاهلي اسم كبير زي ما انا بقول الكوصة دي ايه حتى انا اشتهى قبل كده انه في الشغل بتاع الماركتينج اللي بتجيب بيه فلوس يعني قوي البراند بتاعك البراند بتاعك ده مش اللي هو اسم النادي بس لأ قوي بكل تفاصيله بالهدوء اللي فيه بالشكل اللي فيه بيسموها البراند ايمدج الصورة بتاعت النادي ها دي بقى المشكلة كمان على فكرة تفاصيل دي كلها بيجيب فلوسك بتنتقل ما هو ده لانا عايزة ما هو ده لانا عايزة عن كوصة اهلي وزمالك ما هو ده لانا عايزة اقولها كريم يعني ايه يعني نات الزمالك طول الوقت طول الوقت عنده مشاكل ادارية ممكن تبقى هي السبب في عدم اه انه ايه عمل الماركتينج اللي بتقول عليه بشكل قوي اللي بتعرف تجيب بيه فلوس كويسة جدا جدا فانت ما هو برضو ده من ضمن الحاجات انت انت قريدي انا متحجم ماليا متحجم ماليا مش بس من الشرق الرعية عارف يا كابتن طريق السانفات لما الزمالك كسب الدورة كانت كل الامور هادية وكان الزمالك في فلوس وكان الزمالك في رعاة وكان كل حاجة حلوة تمام طول ما انت يا سبحان الله على فكرة والعجل صحيح لابنقى اللي بيخسر برضو تحس انه الدنيا توطرت وكل حاجة فيها مشاكل انت اللي بتدخل نفسك هو ده هو ده ببساطة شديد وانا معاك في دي 100% وتمنى يعني انا انا ما بحبش ان انا اخلق لنفسي مشاكل كريمة خد بالك في بعض الاوقات مسؤولي نات الزمالك هم اللي بيحطوا نفسهم في المشاكل انت بتختلق المشاكل مع طارق ومع كريم ومعه ليه صحيح نات الزمالك يا جماعة انت لما بتبقى مسؤول داخل نات الزمالك بتبقى مسؤول عن نص مصر ما بتكلمش على رئيس نادي او بتكلم لا بتكلم حتى لعيب الكورة مدير كورة لا حتى لعيب الكورة بالظبط لعيب الكورة مسؤول انا بابقى مسؤول صح انا اخد بالك احنا اتعلمنا احنا صغيرين حاجة مهمة جدا 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 وعمري ما هنسيها وانا عند 12 سنة و13 سنة كنت بخش مطعم النادي اكل كانوا بيعلموني ازاي اكل بالشكة والسكين عشان انت هتسافر مع المنتخب هتسافر مع نادي الناس هتشوفك برا ما ينفعش تبقى بتلغبط يا تفاصيل تفاصيل يعني ممكن اتيكيت كل حاجة تفاصيل العادية عشان انت انت سورة النادي وسورة البلد انت سفير مصر برا صح كده فانت تعلمت ده من وينت صغير انت بقى كمان ما هي دي امال ازاي بتعمل لعيب كورة كريمة يعني انا هتديك حاجة اصعب كمان ليه بنقول دلوقتي ليه بنقول دلوقتي ان المواهب قلت هي المواهب ما قلتش هو تطوير المواهب نفسها هي اللي قلت صح يعني فيه موهبة بس ما بتتطورش اه انت 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 بقولك شوف حاجة بسطة جدا من وينه انا عند 12 سنة انا الكابتن علي شرف الله ارحمه بيدخلني مطعم نادي الزمالك عشان انا جسم ضعيف من وينه انا عند 12 سنة علموني ازاي يأكل علموني ازاي اتعامل ازاي خش المكان ده وابقى ما فيش صوت ازاي حاجات تفاصيل التفاصيل مش انا مش انا على فكرة مش انا كاتري الساد لو احب انا باتكلم على تي يعني الفرق بتاقطع ناشين كلها واجيال وربعات فانت خلاص تعلمت ده انت حاطت نفسك دلوقتي وانت مسافر وانت ركب الطيارة وانت في الفندق وانت بتتمرن وانت سفير مصر برا في كل حتة بتروح فبتتعامل على قد اسم مصر فبالتالي لازم تبقى مسؤول طول الوقت كابت الطريق كان عادة شرفت ونورت كالعادة الحوار معاك ممتع حقيقي من قلبي والله بقولك كيف عبيبي رب اللي اشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لك ابتال طريق ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على قلبي خير